ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قائم على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة المنبثقة عن الرؤية الاقتصادية عشرين ثلاثين لخلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار وتحديد اهدافها التي اسست لمرحلة جديدة من الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تمثلت في اعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيس للاقتصاد الى المنظم والشريك للقطاع الخاص جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الاقضابية اليوم رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الجديد برئاسة السيد سمير عبدالله ناس حيث هناءهم بفوزهم بعضوية مجلس ادارة الغرفة متمنيا سموه لهم التوفيق والسداد في وصلة مسيرة غرفة تجارة وصناعة البحرين وتأكيد دورها الفاعل في دعم الاقتصاد وعملية التطوير والتحديث التنموي الاقتصادي بالمملكة مستذكرا سموه الدور الريادي للغرفة وما تمثله من علامة مشرفة ومميزة للنشاط الاقتصادي والتجاري مؤكدا سموه انه بالمرحلة القادمة سيكون للقطاع الخاص دور اكبر لرفض الاقتصاد ودعم العملية التنموية بمزيد من التعاون البناء والمثمر وخلال اللقاء استعرض سموه مع رئيس واعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين عددا من الموضوعات المتصلة لدعم النشاط الاقتصادي خاصة ما يرتبط بمبادرات القطاع الخاص لافتا سموه الى ضرورة دعم وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تنمية وتطوير قدرتها التنافسية وخلق الفرص الاستثمارية وتحويل الافكار المبتكرة الى مشاريع ناجحة تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية من جانبه اعرب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن خالص شكره وتقديره الى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه مثمنا اهتمام سموه ومسندته الدائمة للغرفة وللقطاع الخاص وسعي سموه لكل من شأنه ان يتعمل عملية التنموية ويعزز دور القطاع الخاص مؤكدا على ان الغرفة ستواصل مسيرتها وجهودها لدعم نمو الاقتصاد الوطني بتعاون المجتمع التجاري والصناعي بالمملكة اشتركوا في القناة